أخبارنا هتكون من حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة لحفل تخرج الدفعة 157 دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم في معهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير في الإسماعيلية الاحتفال بدأ بعرض رياضي قتل متلاحم دفاع عن النفس واستعراض للموسيقى العسكرية وطلاب معهد الصف كمان أدوا بعد التمرين الرياضية في ساحة العرض أشكال هندسية يعني كل مظاهر الاحتفال والتدريب وكمان طريقة التعامل مع العدو اللي بيأكد مدى جاهزية واستعداد قواتنا المسلحة كل التوفيق ليهم احنا بنتكلم على قوة جديدة تضاف لقواتنا المسلحة في ظرف استثنائي بتعيش في المنطقة العربية فبالتالي التأكيد دايما على الجاهزية وعلى الاستعداد وامتلاك قوة الردع بتأكيد دي بتكون رسالة مهمة للجميع رئيس عبدالفتاح السيسي من خلال هذه الاحتفالية كرم أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم طبعا الدفعة سميت على اسم الشهيد أحمد عبدالعظيم والرئيس صدق كمان على منح أوائل خارجي الدفعة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تأديرا لأداءهم لوجباتهم بتفاني وبإخلاص دباط الصف المعلمين الدفعة 157 بطبيعة الحال أدوا يمين الولاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة في بعض الرسائل والكلمات من سادة اللواء أركان حرب هيسم السيد البدرشيني مدير معهد دباط الصف المعلمين اللي تكلم على أن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة حفل التخرج النهاردة هو فخر وأعزاز بيمنح السقة للخارجين وبيأكد عندهم كمان قيم الولاء والانتماء للوطن وقال برضو أن الجيش المصري هو أول جيش نظامي منذ فجر التاريخ وأنه أثبت ريادته على مدار العصور وسجل انتصاراته على جدران المعابد ودلوقتي بيشهد جيشنا وقواتنا المسلحة تاريخ حديث من التطور الهائل في التنظيم والتسليح والتدريب جيش مصري هو دراء الوطن وسيفه على مر العصور سيادة الرئيس إن تشريف سيادتكم لنا اليوم هو مبعث فخر وأعزاز لأبنائكم الخريجين يمنحهم السقة ويؤكد لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن وهم يخطون بأقدامهم طريق المجدي الذي صار فيه قادتهم والأجيال التي سبقتهم وحققوا للوطن الأمن والاستقرار الذي ينعم به في كافة أرجائه سيادة الرئيس إن الجيش المصري أول جيش نظامي منذ فجر التاريخ والذي أثبت ريادته على مر العصور وسجلت انتصاراته على جدران المعابد ويشهد الآن تاريخا حديثا من التطور الهائل في التنظيم والتسليح والتدريب حيث أولى المعهد اهتماما كبيرا بتطوير وسائل وأسليب التدريب ليس فقط في العملية التعليمية ولكن بالاهتمام ببناء شخصية ضابط الصف المقاتل بدنيا وثقافيا ونفسيا ليكون قادرا على التعامل مع أحدث الأسلحة ومجابهة حروب الجيل الرابع التي تعتمد على تدمير الفكر وزرع الفتن ونشر الشائعات لهدم الدولة ونحن على يقين أن هذه الدفعة من ضباط الصف المعلمين دم جديد يتدفق في شرائين القوات المسلحة ليعظم قدراتها في مواجهة التهديدات المختلفة واستئصال جزور الشر والإرهاب ترجمة نانسي قنقر